بعث وزير الداخلية محمود توفيق ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف وجاء في البرقية أنه بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف يسعيدني وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم بأسم آيات التهنئة سائلنا المولى أن يكلل مسيرتكم الوطنية المخلصة بالتوفيق والسداد كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمناسبة اشراقة ذكرى المولد النبوي الشريف كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة ومفتي الجمهورية شوقي علم كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة أسامة عسكر بمناسبة ذكرى المولد النبوي كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين حيث أعرب فيها عن صادق التهاني وأطيب الأماني بمناسبة المولد النبوي الشريف